حادث أليم يفتح مجددا جراح المصريين مع حوادث السكك الحديدية هذه المرة في محافظة سهاج جنوبا عندما اصطدم قطران ببعضهما ما أسفر عنه وفاة عشرات الأشخاص وأكثر من 180 جريحا وبحسب هيئة السكك الحديدية قد يكون للحادث شبهة جنائية بعد إصدارها بيانا أشار إلى أن مجهولين فتحوا مكبح القطار الأول المقبل من الأقصر جنوبا إلى الإسكندرية مما أدى إلى توقفه في مسافة بين محطتي البرغة وطهطة في أثناء مرور قطار مقبل من أسوان أقصى الجنوب متجها إلى القاهرة ليصطدم بالقطار المتوقف لكن النيابة المصرية تباشر التحقيقات الحياة النهاردة كنا في لقاء مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة طبعا تدعيات الحادث ونضع رؤية محددة للتعامل في الفترة القادمة في قطاع السك الحديد بحيث أن نحدد كيف يتم تشغيل هذا القطاع المهم جدا بأقل قدر من المخاطر لحين اجتمال عملية التطوير والتنمية الكبيرة جدا الحادثيات رغم عمليات التطوير الشاملة التي تقوم بها مصر لشبكة السكك الحديدية التي تعد من بين الأقدم عالميا تطوير وصف بأنه الأكبر في تاريخ البلاد شمل شراء مئات العربات دخلت بعضها في الخدمة إلى جانب تطوير أنظمة التحكم نحن تم رصد حوالي 225 مليار جنيه مصري لتطوير شبكة سكة الحيل حالية التي هي 10,000 كم طولي هذا من إجمال تقريبا 1.5 تريليون مرصودة لكل اخطاعات وزارة النال بالإضافة طبعا دي شبكة سكة الحيل حالية لهم 10,000 كيلو بالإضافة طبعا لشبكة قطار سريع من 3 خطوط كهرباء بإجمال يتقريبا من 1,800 كيلو بتكلفة مالية تصل حتى 360 مليار جنيه بالتوازي مع تطوير الشبكة الحالية حادث سهاج ينضم إلى سلسلة حوادث السكك الحديدية في مصر والتي كان أبرزها حادث تصدم قطار داخل محطة رمسيس بالقاهرة عام 2019 وحادث تصدم قطارين على خط القاهرة الإسكندرية عام 2017 بالإضافة إلى حادث قطار أسيوت عام 2012 وحادث قطار مدينة العياط عام 2002 والسبحة تطول التحقيقات ستكشف تفاصيل أكثر عن الحادث لكن أي أن كانت أسبابه يأمل المصريون بأن يكون الحادث الأخير ولسيما أنه يأتي في وقت تعمل فيه الدولة المصرية على تطوير منظومة السكك الحديدية بأكملها مؤكدة أنها في سباق مع الزمن للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث خلد أبو عرب القاهرة الميادين المترجم للقناة